السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة تالتة عن مين ايه? احنا شرحنا الدرس الاول والتاني والتالت والرابع في الرياضة منهج الجزيز. خلاص? والدرس الرابع بتاعنا كان سهلا خالص خالص خالص. وضبوا لكم انه الدرس ده لانه مترتب عليه دروس تانية جاية كتير. ماشي? طيب. احنا اللي عرضة هنشرح الدرس الخامس والسادس. زي ما احنا شايفين قدامنا كده هو الخامس والايه? والسادس. خلاص هو درس سهل وجميل وما فيه البسط جدا ما فيش فيه حاجة. مش زي الدرس الرابع. يلا. هندخل بقى في الدرس بتاعنا. اللي هو ايه بقى عندنا? الدرس الخامس والسادس. الاطوال بالسنتيمتر والايه? والمتر. طيب. طب انا هنا عندي دوان اول حاجة احنا شايفاها عندي دوان ايه درس من البياني اللي احنا قلنا عليه بالايه? بالتمسيل البياني بالنقاط. ده بالنقاط اهو. زي ما احنا شايفين كده قدامنا احنا قلنا علامة الاكس دي او العلقة دي معناها ايه? نقطة. والنقطة انا قلت لك اهم حاجة في الحاجات دي المفتاح. ليه? لان هو بيوضح لك ده بيدل على ايه? طيب. احنا قلنا النقطة دي او الاكس دي معناها ايه? تساوي واحد تلميذ. بتساوي واحد ايه? تلميذ. طيب. ادي عندك الرسمة هو رسمي. طب هو هنا بيديك خط الافق ده عبارة عن اطوال التلاميذ. ماشي? انا عامل الخط الرأسي ده من عندي علشان تفهم معي. يعني ده عدد التلاميذ. يد النقطة دي هي عدد التلاميذ. طيب. انا دلوقتي هتكلم عن ايه? في الدرس بتاعي ده وان? هتكلم عن الاطوال. يعني ايه الاطوال? يعني انا عايز اقيس طول اي حاجة قدام. يعني انا مثلا عندي طول الطفل الصغير غير ايه? غير ايه? الانساني الكبير. خلاص كده يا اولاد? طيب. يعني انا دلوقتي لو انا صغير كده. ها? كنت لسه في الحضانة. كان طولي ايه? كان طولي صغير. كان مسلا ممكن يكون خمسين سنتي ستين سنتي. طيب. طب لما طولت دلوقتي بقيت مية وعشرة سنتي في سنة تالتة. خلاص? فانا دلوقتي دخلت فاصل وعايز اقيس اطوال الاطفال اللي فيه. هم فرحين بقى ان هم طولوا وبقوا في سنة تالتة. خلاص? والسنة الجاية ايه? هم يبقوا في سنة ربعة ان شاء الله يطولوا اكتر. خلاص? هم يبقوا في الاعداد يطولوا اكتر. يبقى كل سنة نقص طولنا نلاقي نفسنا زبنا في الايه? في الطول. طب احنا دخلنا فاصل وقصنا اطوال الطلوة اللي موجودة فيه او التلاميذ اللي موجودين في الفاصل. نشوف كده اطوالهم كان طلعت كان. وجدناها قد ايه? طيب. دخلنا الفاصل لقينا فيه اطفال طولها ستين سنت. دهيه ما هذا سنتي? يخفى لك ما انا Brand. في اطفال طولها ايه تلاميذ طلها ايه? 60 وسنة. في تلاميذ طولها 70 سنتي 8 سنتي 90 سنتي مية وشرة كم طالب طوله 60 سنتي او كم تلميذ طوله 60 سنتي نعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة وستة طب Leg by Guerlitter طب كم طالب او تلميذ طوله سبعين سنتي نعد كده النقاط واحنا نعرف واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع يقو سبعة ماشي كم تلميز طوله تمانين سنتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقوا ايه تسع تلاميز طب كم تلميز طوله تسعين سنتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس تلاميز كم كم طالب او تلميز طوله ميت سنتي دهم واحد اتنين تلاتة تلاتة ايه تلاميز كم كم طالب عندنا طوله مية وعشرة مفيش ولا طالب عندنا طوله مية وعشرة في الفصل اللي احنا دخلناه وشوف الاسئلة بقى اللي موجودة عندنا على ايه التمثيل الباني بالنقاط ايه هي الاسئلة اللي موجودة السؤال رقم واحد عدد التلاميذ اللي لازين اطولهم تمانين سنتي طب احنا عايزين نشوف عدد ايه التلاميذ اللي اطولهم تمانين سنتي ايه ماشي? طب عدد ايه بقى? ده عدد التلاميذ اهو? واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقوا تسع ايه? نكتب هنا تسع تلاميذ ماشي اولاد حمده اللي في ماك انا همش زي المرة اللي خدت. طب السؤال رقم اثنين يلا عدد التلاميذ اللي لازين اطولهم مية سنتي نيجي عند فان المية سنتي احنا قلنا دول سنتي كلهم هون كتب جنبها سنتي بقى ده المية سنتي هين طب كم تلميذ ها عدد طولهم مية سنتي ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة نكتب جنبها تلات تلاميذ. نيجي للسؤال رقم 3 عدد التلاميذ الذين تزيد اطولهم عن ثمانين سنتي بحنا عايزين عدد التلاميذ اللي اطولهم بتزيد عن ثمانين سنتي ادي الثمانين سنتي عن ادي هاي طب فين اللي زيادة عن الثمانين سنتي التسعين والمية والمية عشر او من اول هنه. طب طيب عدد ايه بقى لهم اكتر من 80 سنطي لهم 90 سنطي ايه 90 سنطي عدد ايه نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى نكتب هنا خمسة زاد مين كمان اكتر من 80 سنطي؟ المية طب عدد هم تلاميذ اللي طلبهم مية سنطي 1 2 3 يبقى 5 زادت تلاتة طب المية و 10 ما فيش يبقى خلص كايله يبقى خمسة زادت ممكن تكتب زادتصفر وفيش حاجان هي هي 5 زائد 3 8 هي تلاميذ ماشي يا ولان طب السؤال رقم اربعة عدد التلاميذ الذين تقلوا اطولهم عن 80 سنتي من التمانين سنتي اهي مش كده طب التمانين سنتي اللي اقلي منها ايه هو قالك تقل عن 80 سنتي تقل عن 80 سنتي يبقى الاقل من التمانين سنتي يبقى عندك السبعين والستين خط كده ماشي ناخد الاقل بقى من الثمانين الاقل من الثمانين الناحية دي طيب العددهم قد ايه اللي هما السبعين بقى سنتيه عددهم قد ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تلاميذ يبقى نكتب سبع زائد ها الستين برضو اقل من الثمانين سنتيه صح طب عدد الطلاب اللي طولهم ستين سنتيه قد ايه قد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سبع زائد ستة ها تحط السبع في موخك والستة على ايدك بعد السبع ايه ها تمانية تسع عشر اخداشر اتناشر تلتاشر يبقى تكتب تلتاشر ايه تلميذ طب انا لما جيت اس دلوقتي اطوال الطلب او تلميذ الموجودين في الفاس طلعت ايه ستين سنتي وسبعين سنتي وثمانين سنتي طب السنتي دوان نيجي نشوفها الاطوال احنا هنقيس الاطوال بالايه ياما السنتيمتر ياما المتر ياما السنتيمتر ياما ايه المتر طب مين السنتيمتر ومين المتر دوان ها السنتيمتر ده الصغير والمتر دوان كبير خلاص طيب يعني انا دلوقتي قالك ما هو تعريف السنتيمتر قالك السنتيمتر واستخدم فيه قياس طول الاشياء القصيرة قصيرة، وهذه السقرة، مثل أستيكا، مثل ألم، مثل الكتاب نفس المكاش مثل المفتاح. حيث عن أحد وأحداث السنتيمترا. وبعضهمier نختصرها بالسانطيمترا ونختصر ، نقصر بسين ميم سين ميم إليهم سنتيمترا. طب يديني امثلة كده ايز بها السنتيمتري ده قالك طول القلم الرصاص او طول اي قلم بتقيسه بالايaczy طب نقيس مثلاً طول الشوكا خلاص بالاي برضو بالسنتيمتر هتقيسها المتري ده واحدة كبيرة ما نتعش تقيس بيها الحاجات القصيرة القصيرة الماسي طب طول المقص بتقيسه بالايه المقص العازي بتاعك بتقيسه بالايه برضو بالسنتيمتر ماشي طب يلا طب المتر بقى نعمل مقارنمة بينهم احنا قلنا السنتيمتر ويقياس الاشياء القصيرة 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 الصغيرة طب المتر لا ده بقى الاكبر ده الكبير ده الصغير ده الكبير بقى نكتب هنا ده الصغير بقى ايه الكبير يبقى عندنا هنا المتر المتر اكبر من ايه بالسنتيمتر طب تعريفه ايه برضو قالك يستخدم في قياس طول الاشياء الطويلة بقى الحاجات الطويلة يعني زي مثلا الحجرة او المنزل او البيت او خلاص او الشجرة خلاص دي هتقسها بالايه بالسنتيمتر ما ينفعش يتقسها بالايه بالمتر بنقسها بالمتر خلاص يبقى يستخدم في قياس طول الاشياء الطويلة خلاص الطويلة طولها كبير يبقى تتقس بالايه بالمتر لان المتر هو كبير طب اديني نسال كده ايس بالمتر قالك طول الشجرة الشجرة بتتقس بالايه بالمتر طب المبنى برضو المتر زي مبنى المدرسة مثلا طب طول سيارة برضو هيسها بالمتر مش هيسها بالسنتيمتر بقى المصطرة بتاعتي ما ينفعش لا طبعا بالمتر خلاص طيب نرجع بقى للايه السنتيمتر تاني. نمسك السنتيمتر اللي هو قلنا عليه الوحدة الايه الصغيرة. قالك طب يلا استخدم المسطرة في قياس طول الخطوط الاتية. هم اديك خطين هم. وبيقول لك اسكملي بالمسطرة عشان دي ايه قياسات صغيرة. اهي هو قالك ايه? الاشياء القصيرة. يبقى ده هو ده خط قصير. يبقى هيسه بايه? بالسنتيمتر. يلا كده نقيسه مع بعض اهو. هنمسك المسطرة بتاعتنا. ونحطها على ايه? الزيرو او الصفر عند بداية ايه? الخط بتاعي. خبالك عند بداية النقطة الاولانية. اهو زيرو او الصفر ماشي? وبعدين ابدأ ايس. اهو. هقول صفر اهو. او زيرو واحد اتنين تلاتة. ماشي كده يا ولاد بصوا معين. ها? زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ها? عشرة. يبقى دي طول هقد ايه? عشرة سنتي. طولها ايه دي بقى عشرة ايه? سنتي. ماشي يا ولاد? يبقى نكتب الطول بيسوي عشرة ايه? سنتي. طب هنا طول دي ادي بقى واضح انها اطول طبعا. برضو تتعزب المسطرة لان طولها قصير برضو. يلا اهي. بالسنتي. نه? اهو. هلطب برضو زيرو او الصفر عند اول نقطة عندي وابداية ايه صفر اهو. او زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمسة تاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر ساعتاشر عشرين. دي بقى طول هقد ايه القطع دي بقى اه عشرين صنت. عشرين صنت. ماشي يا ولاد? طيب. طب نيجي نشوف المتر احنا قلنا بقى احنا عارفنا المتر دا ولا لقياس الاشياء الطويلة. على الصفة مش هينفع يسو دلوقتي. طب قل لك اختر الطول المنسب. يلا دوان بقى تامرينا هنحلوا مع بعض كده. ونشوف فهمة الدرس بتاعنا ولا لأ. طب يلا فكروا معين. الشجرة دي طلها تلاتة سنتي ولا تلاتة متر? يا الشجرة طبعا مش المرسومة الشجرة الكبيرة العادية. اللي بتشوفها لما بتروح الجنينة بتشوف الشجرة في الجنينة صح? طيب الشجرة دي بقى اللي في الجنينة طلها تلاتة سنتي صغيرة? ولا تلاتة متر كبيرة? هتقول لي لا تلاتة متر يا ناس هقول لك مزبوط صاحب ربو عليك يبقى هو دا الاجابة الصيحة بتاعتي. طب نيجي على الساعة. الساعة اللي انت بتلبسها في ايدك كده لما ايه تكون خارج? هتقول هقدي عشرة سنتي ولا عشرة متر كبيرة? لا عشرة سنتي عشان الساعة بتكون صغيرة على قدي اليد. يبقى تختار عشرة سنتي. طب الحجر اللي انت بتحطه في العربية بتاعتك اللعبة عشان تشتغل. او فرموت التلفزيون هتقوله قدي ايه? سبعة سنتي ولا سبعة متر? سبعة متر ده طويل. طبعا متر احنا اقول لك كبير والسنتي صغير. السبعة سنتي هتبقى ايه بالمسطرة هنا كده? يعني هتبقى طولها لحد ايه? ها? هنا كده. ما بتبقى لك لغاية هنا. الحجر اهو صح? طب ما هو دا الحجر فيها يبقى سبعة سنتي. طبعا مش سبعة متر الغلال. تشوفوا الامثلة بتاعتنا الكلام اللي احنا قلناه المتر والسنتيمتر. يلا. عندنا اول حاجة هنا المتر بيسوي 100 سنتيمتر او صاحبنا احمد هو هقف يشرح لنا الدرس النهاردة يلا يا احمد تفضل اقول بقى ها? هيقول لكم احمد بيقول المتر في كم سنتي? احمد ايه للمتر فيه 100 سنتيمتر ماشي يا احمد ها? طب نعمل احنا دلوقتي ايه? بيقول لك اكمل ميات. قول لك اربع انتار بسوي نقط سنتيمتر. بقى هنعمل ايه? خد بالك معايا كده? هنحط قدام الاربع صفرين. انت بقى كام? حطينا صفرين هون? والاربع دي هتنزل زي ما هي. يبقى 400 سنتيمتر. طب ليه انا عملت كده? ليه ليه? ليه الاربع بقت 400 عشان الاربع ضربت في كام? في مية. الاربع ضربت في مية. الصفر اربعة في مية الصفرين ينزلوا اربعة في واحد باربعة. طب ليه ضربت الاربعة في مية? ليه ما ضربتهاش في خمسة? ليه ما ضربتهاش في عشرة? ليه ما ضربتهاش في سبعة? ليش? ما ضربتهاش في الف? ليه يعني? قال لك لان المتر بيساوي 100 سنتيمتر اللي احنا كتبناها فوق وقلنا نحفظها دي حفظه طبعا. خلاص يا اولاد? عشان المتر في ايه? ميت سنتي. وعشان كده انا ضربت في مية بالزيت. خلاص كده? طب ليه انا ضربت? يعني ما جمعتش ليه? ما طرحتش ليه? ما اسامتش ليه? عملية قسمة لسه ما خدتهاش. طب ليش يعني انا ضربت في مية يعني? ليه ضرب? ها? لقى بص معي كده. لقى ان انت هنا بتحاول من كبير لو صغير. عايزك تحفظها بقى معي. يبقى المتر هو الكبير ولا الصغير? احنا قولنا من شوية من الكبير ومن الصغير. المتر هو الكبير. والسنتيمتر هو الصغير. في قاعدة لازم تحفظها بقى من دلوقتي. عند التحويل من الكبير الى الصغير نضرب. عارف تمسيحه الكبير اوي? ها? لما تيجي تحول من الكبير اوي ها الكلام ده ها بقوله لهم في سنة سنة ربعة وخمسة وستة. عند التحويل من الكبير اوي الى الصغير. نعمل ايه بقى? نضرب. طبعا ايه? هنا بتحاول من كبير لصغير. يبقى تضرب. لا هتجمع ولا هتطرح ولا هتقسم. مال هتعمل تضرب. عشان كده انا قلت علامة في اهيه. الاربع دي ضربتها في مية بقت كام ربع مية. خلاص? انا ممكن اقولها لك ربع مية على طول تحط الصفرين سهلة. بس انا بفهمك هي جات من مين? لان انا قلت لك قبل كده الرياضة عبارة عن فهم. بعد كده المسائل هتبقى اصعب. وانت لو مش فاهم مش هتعرف تحل. خلاص? فلازم نكون فاهمين احنا بنعمل ايه? وليه? خلاص? طيب الخمسة دي هتقولي هتبقى خمسمية يا ميسة هتحط جنبها صفرين صح مظموط بربع عليك. بس ليه? عشان ضربتها في مية. ليه? لان انا حاولت من الكبير اوي بالصغير. من الكبير اوي المتر? بالصغير اللي هو مين? السنتيمتر. هي هتضرب الخمسة بكام في مية? هتقول خمسة في مية. هتسوي كام? 500 ايه? 500 ايه? سنتيمتر. طيب. الستة يا ميسة ايه? هنعمل ايه? هنضربها في مية? تبقى كام? 600. الصفرين بينزلوا طبعا واحد في ستة بستة. طب متران ها? متران دي يعني ايه? يعني اتنين. متران يعني اتنين متر. طبعا احنا قلنا كلمة متر بنرمز لها بمين باختصار يعني. طيب اتنين متر دي ها هذي اللي حولها برضو سنتيمتر يعني صغير. من الكبير للصغير قلت بضرب على طول في مية. طب ليه مية? عشان المتر بيسوي مية سنتيمتر. خلاص كده? يبقى اتنين في مية بميتين سنتيمتر. طيب التمانية متر اهو اختصر كلمة متر وكتبها مين? اختصر كلمة سنتيمتر وكتبها سين مين مش سين مين ماشي? سنتيمتر ماشي? طيب. يبقى احنا هنحول التمانية متر طبعا دوال ايه الكبير? اللي هو متر? ايه? للصغير? اهو انا عمل اهو هقولها مية مرة عشان تحفظوها. يبقى هعمل ايه? يعني ده التحويل من الكبير الى الصغير نضرب. يلا ضربه. يبقى ايه? يبقى تضرب التمانية في كام في مية. ليه? لان المتر بيسوي مية سنتيمتر. يبقى تقول تمانية في مية بتمنمية. خلاص كده? طيب. طب يجي العكس بقى. عكس عكاس خلف خلاف. ازه يعني? اهي. التسعمية الصغيرة. اهي بص خد بلك معي. هترجع تاني متر كبير. يبقى هتشيل الصفرين. اهي. عشان نرجع لكبير ده الصغير. ده الكبير. يبقى انت هتشيل الصفرين بتوع. انت هتقسم على كام على مية فالصفرين يروحوا مع بعض تطلق ايه? تسعة. خلاص? بس دلوقتي عرفوا كده. خلاص? يبقى ايه? هتساوي تسعة. لكن بعد شوية ما تاخد القسم هتفهمك يا جات ازاي. طب. يبقى السبعمية السنتيمتر الصغير ده. هترجع تاني خلف خلافة. يعني الخمسمية الخمسة متر هتبقى ايه? خمسمية سنتيمتر. طب رجحة تبقى خمسة ايه متر. طب هنا السبعمية سنتيمتر رجحة تبقى ايه? سبعة متر. طب التلتمية سنتيمتر هتبقى ايه? ربع عليك تلاتة متر. طيب. طب دي بقى الالف سنتيمتر. سنتيمتر. حوال هذه المتر من الصغير للكبير. ده من الصغير ايه? الكبير. يلا هتعمل ايه هتشلي سفرين صح? يفضل كام? عشرة متر. طيب يلا. برضو هانا. الميت سنتيمتر هنشيل سفرين. هنشيل نفضل معي ايه? واحد متر. خلاص? طبعا هنا كله بتشيل سفرين. بتشيل سفرين. بتشيل سفرين. تسعة سبعة تلاتة. اه? واحد عشرة واحد. خلاص كده يبقى عرفنا القاعدة بتاعتنا دي نحفظها برضو. دي حفظ برضو ايه? عندنا قاعدتين حفظ عند التحويل الكبير الى صغير نضرب. دي تحفظ والمتر بيسوي مية سنتيمتر. يبقى القاعدة الاولى اللي نحفظ عندك المتر بيسوي مية سنتيمتر القاعدة التانية. عند التحويل من الكبير الى الصغير نضرب علامة في التضرب. خلاص يبقى احنا كده خلاصنا الجزء بتاع التحويل. من الكبير للصغير من متر لسنتيمتر. من الصغير للكبير من سنتيمتر الايه? لمتر. عكس عكاس خلف خلاف. ماشي كده? طب ندخل بقى نشوف الايه? زميلنا احمد هو واقف. وده درعه. احمد ده قالك درع احمد ده? انا هاعتبره كانه واحد متر تقريبا. تقريبا. خلاص كده? يبقى انا اعتبرت ده المعتبر المفتاح بتاعي. ده المفتاح انا قلت اهم حاجة ايه? في المسائل اللي زي دي المفتاح. خلاص? اهو بيقولك الزراع. الزراع احمد ده بيسوي واحد متر تقريبا. واحد متر تقريبا. خلاص كده? طيب نيجي طب هو منديك هنا باب. باب شقة. خلاص كده? يقولك طول الباب بيسوي كم مت نقط متر تقريبا. او بص كده? عندك اهو دراع ودراع هتقوله دراعين. لا مش دراعين بقى. وقالك الزراع بواحد متر. يعني ده واحد متر وده واحد متر. يبقى واحد متر واحد متر تديك كم? اثنين متر. ناخد تكتب هنا ايه? اثنين متر ايه? تقريبا. طب هنا الشباك اهو. طول الشباك ده ايه? زراع واحد او زراع احمد. بس كده صغير اهو. جات على حتة الشباك دي. خلاص? يبقى يتقول طول الشباك بتسوي ايه? هتقولي زراع احمد? لا طبعا ما ينفعش. حمال هتقولي ايه? الزراع بايه? احنا قلنا زراع بواحد متر تقريبا. واحد متر تقريبا. هتكتب له ايه? واحد. خلاص كده? متر تقريبا. ماشي يا أولاد? طيب. وكده خلصنا. الدرس ايه? الخامس والسادس عندنا. اللي هو اصوال سنتيمتر والمتر. وكان درس سهل وجميل. ما فيهوش حاجة. اخدوا بالكم الدرس الرابع جدا. ماشي.